الأمة الإسلامية عليها أن تثور وتحطم هذه القيود روح لهذه اللافتة اللي على الشارع بالكويت شارع هند بتحتبة حطمها اذهب اجعل الله يراك هكذا كيف تغير هذا المنكر اطبع منشورات ووزع في العالم عن فضائح هند بتحتبة اتفضل ها شوف الفضيحة شوف شارع الحجاج ابني وين هاي اللي قبل شارع الحجاج ابني يوسف الثقفي تفضل هذا شارع المغيرة ابن شعبة شارع المغيرة ابني شعبة الزاني السارق الفاجر اللي دخل الإسلام هربا بس ممن سرقهم ونزأ عليهم اتل ناس سطى على أموالهم وجاء إلى رسول الله قال أنا مسلم الآن والإسلام يجب ما قبله حتى يحتمي بالمسلمين بس واحد خسيس لا أكثر وقدم أيضا هذا المال على أساس خمس ماله يعني يقدمه إلى رسول الله رسول الله ما قبل منه شيئا نحن لا نقبل المال المسلوب مال الغدر هذا ما لك من غدر هذا قدرته بالناس أحسن تخوش ملاحظة هذه يلا خلي الكويتين يقبلون تسمية شارع باسم صدام صدام لعله أقل وإجراء من كان من الحجاج ورمز الأمة العربية ورمز الأمة العربية وكان إلى يوم واحد أغسطس تسعين صدام عند الكويتيين بطل مغوار نصف إله ما من جريدة ومجلة بالكويت إلا صورة صدام بالصفحة الأولى وتصريحاته والتمجيد به والثناء والأشعار والأغاني الوطنية الله العالم شنو كان وين رفعوا صدام إلى ذلك التاريخ قبل أن يدخل عليهم صدام يلا يرجع إلى أهدكم الأول يلا غلطة سواء صدام وكفر عنها وانتهى انتهى الأمر شصار يعني الآن عفى الله عما سلف كفوا عما شجر بينهم مو الشكل يعني ليش أنتوا ليش تدافعون عن عائشة عن طلحة عن الزبير عن معاوي رغم كل هذه الجرائم التي ارتكبوها تقولون يلا غلطة صارت بينهم ونحن أمرنا بالإمساك والكف عما شجر بينهم ونترحم على أموات المسلمين هذا من أموات المسلمين يلا صار نزاع معين تطور إلى غزو ونهب وسلب وقتل وكذا اشتهده فاخطة يلا اش صار يعني الآن من أجل توحيد الأمة ومن أجل إعادة اللحمة مو الشكل ومن أجل يعني خلص طي صفحة الماضي نطالب بتسمية شارع في الكويت باسم صدام حسين التكريتي تقبلونها طبعا أدري أنه الشريحة من الكويتين بغضا فينا يقبلونها ترى بالمناسبة أكو شريحة شوية نابتة منهم هكذا بعض النابتة منهم يقولوني خلص صدام يا الله يرحمه بس كان والله مأدب هؤلاء الشيعة فبغضا بالشيعة يقبلون الشريحة أقلية جدا معظم الناس ما يقبلون لأنه بالنتيجة عندهم ثار مع صدام إذ قتل منهم من قتل وفعل ببلادهم ما فعل ويحق لهم ذلك كما يحق للعراقيين ذلك ويحق للإيرانيين ذلك وللكرد ذلك ولكل من طاله إجرام هذا الطاغية ولكن أنت تبقى متناقضا أنت أيها الكويتي أو المسؤول خصوصا المسؤول الكويتي وخاطبه أنت تبقى متناقضا إذ تقبل شارعا باسم الحجاج ولا تقبل شارعا باسم صدام مع أنه هذا طاغية وهذا طاغية ما الفرق؟ الفرق الوحيد هو التقادم الزمني يعني ممكن بعد مثلا خمسين مئة سنة نشوف شارع باسم صدام بالكويت لو ما نشوف ومدرسة باسم صدام هم نشوف زين هو ممكن صحيح بعد ربما كم سنة ربما مئة سنة مئتين سنة ربما بالفعل هذا يصير إذا نحن سكدنا هل هذه ظاهرة صحية؟ أنه تستمر حالة تسمية الشوارع والمناطق والمدارس والجامعات ومشاكل بأسماء شخصيات لا تستأهل التمجيد؟ إذن يجب أن شوية نتحرك نحرك هذه الثورة هذا الحراك الرافضي عليه أن يعتمل أكثر كم مرة نقول لا نريد عملا فقط في العالم الافتراضي شا سوي بهاشتاك هاشتاكاتكم أنتو شا نسوي بها هذه نريد عملا ميدانيا يبين بالعين تلتقطه وسائل الإعلام وتغطيه أن جماعة من الكويتيين ذهبوا إلى هذه اللافتة لافتت شارع الحجاج حطموها لافتت مدرسة هند بيت عتبة حطموها مثلا عرفتوا؟ تعبيرا عن رفضهم المبدئي لهذه الشخصيات الإجرامية الفاسقة الفاجرة العاهرة يعني هذا أمر طبيعي جدا تتكلمون عن قانون القانون الذي لا يحترم الإنسانية ليس بقانون القانون الذي يحصن الطغاة والفسقة والفجرة وأهل العهر والسادية والبغي والوحشية هذا ليس قانونا أصلا أي قانون هذا؟ هذا قانون ما يمشي علينا ما يمشي علي أي إنسان حر في الدنيا هذه نفسها اللي وقعت هذا الكتاب غالبا هذا الكتاب يطلعون لنا هكذا أنها تكون إحدى هذه المسؤولات في وزارة التربية غير المحجبات وإذا هم محجب حجاب الحميراء يعني اللي هو ليس بحجاب شرعان أنت أولا أصلحي نفسك تتكلمين عن طعن في الشرف وأنت هكذا يعني هذه هذه حالك يعني هذه مشكلة الإنسان البكرية أو الإنسان البكرية كتلة من التناقضات ليس لديهم استقرار لماذا؟ لأنهم لم يتبعوا أهل البيت عليهم السلام